هنا في الأستوديو تشرف بحضور المختصة في علم الاجتماع سيدة أمينا حريش التي أحييها عام سعيد كل عام أنت بخير عامك أسعد سعيد كذلك لأنه اليوم عيد ميلادك وشكرا لك على الحضور خاصة وأنك وضعك السحينة وعنما يعني كما نشاهد نتمنى لك الشفاء سيدة أمينا شكرا لك هاجر عامك سعيد وعم سعيد لكل أمة الإسلامية كذلك لكل عمال قناة النهار ونحن دائما هنا لتلبية الدعوة شكرا لك سيدة أمينا حريش إذا كنا نتابع ملخص لأبرز الأحداث يعني قصص أثرت في جميع الجزائريين وهذه ربما جمعتنا هذا العام لكن نتمنى أن نتجمعنا الأفراح أكثر من الأحزام هذه المحطات التي تابعناها كمختصة في علم الاجتماع كيف ترين هذا تطور سنويا في المجتمع الجزائري خاصة بمشاكله وآفاته أيضا شهدت الجزائر سنة 2018 حراك اجتماعي حراك اجتماعي رهيب لاحظنا كلنا في هذا التقرير ولاحظنا في كل ولايات الوطن يعني ظواهر اجتماعية عندما نلاحظ شبابنا يرمي بأنفسه للتحلوك عبر قوارب الموت عندما نشوف عدد كبير من الجرائب المنظمة اختيالات اختطاف للصغار عفوا للصغار هذا كله يخلينا ندقونا قص الخطر ونقولوا أن سنة 2018 كما ذكرت هاجر بحلوها ومرها كانت سنة احنا نقولوا من هذا المقام أنه كل ما حدث في سنة 2018 يخلينا نبحث عن الأسباب نشخص لتدارك النقائس والأخطاء اللي خلات سنة 2018 فيها كل هذه الجرائم وهي دخيلة على المجتمع الجزائري المسلم المحافظ هاجر عندما نشوف يعني طفل قاصر يهرب مع امرأة في سن والدته عندما نشوف انتهاك للبراءة اختصاب بشاوة كرام قتلهم بأبشع الطرق عندما نشوف شاب يفضل أنه يذهب إلى المجهول من أجل أن يعيش حياة رغيدة والحياة هنا أحنا نتكلم أي تركمات جعلت المجتمع الجزائري هكذا؟ نتكلم عن التغيير الاجتماعي السريع هو كل مجتمع يعني كأخصائية كل مجتمع يشهى تغيرات أكيد لأسباب عديدة طبعا أكيد لكن كخاصية للجزائر ما الذي يجعلنا نتغير في أمور ربما سيئة جدا تصل إلى جراء كبيرة للأسف التغيير الاجتماعي موجود في كل المجتمعات أكيد لكن عندما نتكلم عن مجتمعنا الجزائري أول شيء نتكلم عن طغيان التكنولوجيات الحديثة يعني استوردنا التكنولوجية بدون غربلة وبدون مسح بيئي هل تتناسب هذه التكنولوجيات مع أطولنا الثقافية مع عقيدتنا مع عادتنا وتقاليدنا هل ولوج هذه التكنولوجيات الحديثة للأسرة وهي لبناء أساسية في بناء المجتمع هنا نشوف أن الأسرة توفر لأبناءها كل هذه التكنولوجيات الحديثة لتخليه هذا المراهق أو هذا الطفل يدخل للشبكة العنكبوتية بكل سلبياتها هنا نتكلم عن سلبيات العولمة والتطور هنا نتكلم عن الأسرة ودورها الأساسي نتكلم عن استقالة الوالدين نتكلم عن طغيان المادة نتكلم عن الرغبة في تلبية الحاجيات المادية على حساب تنشئة أبنائنا وبناتنا هذا ما نحصد نزرع ما حصدنا كما ذكرت إذن قلت أنه من سلبيات التطور التكنولوجي وسوء استغلاله كذلك في ظل هذه التحديات التكنولوجية عفوا هذه التحديات اللي طغات على مجتمعنا دايما لازم التشخيص ولازم المسح البيئي لازم الرقابة المباشرة الرقابة الغير مباشرة يجب فتح جسور التواصل مع الأبناء داخل الأسرة هنا مربط الفارس كين تكنولوجيات؟ أكيد جد إيجابية كل المجتمعات تحتاج إلى هذا التطور التكنولوجي لكن هل الأولياء يقومون بدورهم داخل الأسرة؟ وأن تكون قاعدة كذلك الجيل الصعد يعني نلاحظه والأزواج الحادثين يعني تعاملهم مع الأطفال نشوفوا الطفل صغير الآن عام وعامين كيف يتم تربيته حتى الأم ما تركزش معها تخليها تلاحيب أي شيء ما بينها تقدم لك هاتف يعني الأمور ستتعاقد في المستقبل أكثر منها يعني ستكون لك خلول نحصد لزرعنا هذه هي اليوم الإعلام يتحدث الجميع يتحدث لكن قوة يعني هذا الإهمال الموجود يطغى وهو ليوصلنا لهالجرائم لأننا نشوفوها يعني بشكل كبير هاجر تطرق لهذه النقطة يخليني نتكلم على دور مؤسسة التنشيئة الاجتماعية مؤسسة التربية الاجتماعية بدءا من الأسرة ليذكرتها سالفا أنها هي اللبنة الأساسية في الحفاظ على هذا المجتمع في الحد من الآفة والظواهر الخطيرة في الحد من ظاهرة الحرقة في الحد من ظاهرة يعني التعرض حتى إلى البراءة في الحد من إدمان أبنائنا على المخدرات إذن مؤسسة التنشيئة الاجتماعية نقولها بموضوعية هناك قصور في آداء هذه المؤسسات قصور واضح وكبير متى حصلت نقطة لصنعة الفارق لأنه عندما تحدثوا مع الأجيال السابقة تحدثوا على أجدان وغيره كلهم يستعملوا عبارة واحدة نحن زمان ما كناش هك وحتى يعني تتسعينات اليوم يقولوا تلعيق وش هكم ديروا اليوم لما كن هك هكذا يعني هذه العبارة ما الذي حصل في السابق أو هل يعني كل جيل يحبي يخلي جيله الأحسن لأنه لا نعرف بالفعل مثلا أنا جيل السبعينات أو الثمانينات لا أعرفه كيف كان في كل مجتمع يملك منظومة قيم اجتماعية أو سلم القيم هذه المعايير والقيم يسير المجتمع وفقا عليها رغم التطور يعني كين منظومة قيم عادة وتقاليد وأطر وبالموايزات هناك تطور وتغير وحراك لكن نتكلم عن الأسرة التقليدية زمان العائلة الممتدة العائلة الممتدة كانت تحافظ على أبنائها عندما كان هاجر الأبي ربي العمي ربي الخالي ربي والجدي ربي والجاري ربي اليوم الأسرة النوات تسعى لتلبية الحاجيات المادية نغلقنا على بعضنا فقط عندنا التكنولوجيات الحديثة هناك قنوات تلفزيونية كثيرة هناك شبكة عن كبير عن كبوتية عالم افتراضي اللي بالحاجيات هناك احتقان مروري هناك صدمة كبيرة الضغط كبير القادم كثير ولم نعرف كيف نتعامل معها يعني نلاحظ أنه حتى الاحتقان والازدحام المروري حتى عدد السيارات حضيرة السيارات والجزائر يعني حتى هذا الشيء أثر سلبا شفنا في تقرير الأخت هاجر بوعلي في التقرير حاوليث المرور الرهيبة اللي حصدت أرواح وأرواح وتركت كذلك حتى ناس معاقين نحن قلنا أنه هذا الحراك الاجتماعي يطلب دائما دائما أنه نرجع إلى مؤسسة التنشيئة اجتماعية نروح للمدرسة هاجر المدرسة الزمان الأستاذ وهيبته الأستاذ الذي كان يربي قبل أن يردع الأستاذ الذي كان يهتم بالجانب التربوي بالموازات والجانب التعليمي اليوم لا نحتاج من الأستاذ فقط تلقينا الدروس والمهارات العلمية يجب عليه أن يربي لأن المدرسة هي مؤسسة تنشيئة اجتماعية حتى الإعلام الإعلام يعني عنده دور فعال في تشخيص الظواهر في تنوير الرأي العام حتى في إيجاد الحلول عن طريق الاستعانة بالأخصائيين في المنابر الإعلامية وتحية للقناة وكل قنوات التي تسعى جاهدة يعني إلى تشخيص الآفات نحن هنا موجودين أكيد تشخيص الآفات من أجل الحكة تضافر كل الجهود لإيجاد الحلول لا تكلم على دور الأئمة في المساجد لهذا انتي طرحتي سؤال قلتي زمان زمان كانت كلمة بسيطة هاجر تربي يقول لك عيب أنك ما تحترمش الكبير بنظرة يفهم بنظرة كلمة عيبة ربات الآن تغطي المادة على تفكيرنا تغطي لغة القوة يعني يقول لك لازم تكون عدائي وعانيف لتتحصل على المبتاقة يجب أن تفكر فقط عفوا في التحصيل المادي هنا عندما ابتعدنا عن قيمنا ومبادئنا نجني ما زرعنا في أبنائنا لاحتمام فقط بالمادة نمفر لوليدي الطابلات نمفر لوليدي رحلات في نهاية يعني في العطلة الصيفية أو في كل نمفر لابن كل ما يطلبوه هنا الخطأ بالموازنة نسيت أنه هذا الابن الطفل المراهق خاصة المراهق المراهق اللي يحتاج رعاية خاصة يحتاج تواصل خاص نقول للآباء دائما أنه كنت تدخل للبيت ما تقعدش فقط ساكت من منظورك أنك خلاص تعب وضغط العمل تواصل مع الابن المراهق ما تخليش يلجأ إلى البديل إلى العالم الافتراضي راني نشوف حتى جماعات تحرض أبنائنا تحرض أبنائنا للذهاب إلى الضفة الأخرى هناك ميت في هذا العالم الافتراضي يسود يعني يجعل جزائر هي من منظوره كل الظروف السودوية يعني يولي هذا الشاب المراهق ينظر إلى كل ما محيط به نظرة سلبية محبط يقول لك لا يوجد أي شيء وإحنا نقول لشبابنا أنك لو تنظر إلى المستقبل نظرة التفاؤل ويكون عندك استشراف وخطة واستراتيجية لتحقيق الأهداف في المستقبل لابد تاني نتعب مشكلة أنه أحيانا ربما شبابنا يعني ما يبدلوش المجهود يعني كل تعب يعني حتى تنال أحسن شيء لابد من التعب يعني مستحيل أن تأتي الأمور هكذا أنا نقطة أعود إليها وأشرت إليها تفضلي سيدة أمينا متعلقة بالأسرة أشرت أنها نوات عندما نتحدث عن الأسرة أفتح دائما ملف الأزواج أو الحديثين يعني التأهيل للزواج اليوم مصطلح الزواج في حد ذاته كيف تحول يعني لو نعود الأسرة أصلها هو هذه العلاقة لكن حتى نصله أنه هذا مؤهل للزواج هذه المرأة مؤهلة للزواج كاين دول وضعت يعني وضعت بطاقة خاصة بتأهيل للزواج حتى أصبحنا نخاف من كلمة الزواج أصبحنا نخاف على الأسرة وخوفنا على الأسرة يخلينا نخاف على المشكلة من يتزوج اليوم؟ عندما تلاحظين أنت هكذا أول شيء كيف يفسر شباب اليوم مفهوم الزواج الفاتاة التي تفكر أن الزواج هو أن تعيش معيش التي تعيشها المسلسلات البطلات في المسلسلات التركية نحن نشوف المفهوم الخاطئ كيف برمجت هذه الفاتاة أن الزواج يجب أن يكون تحمل مسؤولية الزواج هو تطحية الزواج هو تنشئة أسرة الزواج هو تنشئة جيل هو تربية سليمة للأبناء نحن الفتاة الزواج هو العيش حياة رغيدة عيش رومانسية فقط وبرمج بناتها ممكن نتكلم عنه أن الزواج هو أقدس علاقة أنا نقول بناتنا وأبناء أنا تعيشي الحب والحب موجود هو يعني العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والحب الرأفة لكن بالمقابل لا يجب أن نبرمج بناتنا على أن تحضر الأسلحة المضادة نحن من الصغر نقولها بموضوعية من الطفولة نعاقب الفتاة بيجلوسها في المدرسة مع الطفل الأم تقول هذا اللي يخلق تنشئة خاطئة وبرمجة خاطئة والشاب يشوف هذه الفتاة أنها عدوة كيف يكون هذا الثنائي مؤهل لتنشئة جيل كذلك أين هي الدورات التكوينية إذا الأسرة ما قامتش بدورها في تنشئة الفتاة لتصبح إمرأة غدا وتصبح زوجة وأم إذا الوالد ما أهلش ابنه ونشئه تلميز تنشئة سليمة ليكون رجل يربي كان زمان عشرين سنة يكون أسرة يربي أجيال خرج إطارات إذن الآن دور حتى باقي مؤسسة الشيء الاجتماعية يعني المدرسة حتى الفاعلين في المجتمع المدني هنا لك جمعيات خيرية الدورة تسعى جاهدة لمساعدة هذه الجمعيات أين الدورة التأسيسية والتوعاوي دورات تكوينية لتأهيل ما نزودش الفاتد لأنها أصبحت ألثة فقط ما نزودش الشيء لأنه يتوفر عنده ظروف مادية هنا الخطأ نشوف نسبة خلع رهيبة عندما نرى أنه طلاق وخلع لأسباب تافيها وربما عندما نعود إلى دراسات عنوسة 13 يعني 17 مليون عالس لو نشوفوا الإحصائيات فقط 13 هنا لك أكثر متى ستتفائلين سيدة أمينة حريش للوضع الاجتماعي في الجزائر حتى نختم هذا الملف كأخصائية اجتماعية أكيد لازم تكون عندي نظرة نظرة تفاؤل للمستقبل لكن في ظل المعطيات اللي موجودة التفاؤل موجود أول شيء لأنه في بلد الجزائر كيف بدرت الخير المولد البشري هم الشباب يعني الجزائر تعاول على شبابها إحنا هذا الشباب سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سيساهم في تطور هذا الوطن كذلك التفاؤل عندما تقوم مؤسسات التنشية الاجتماعية بدورها التفاؤل لأنه الآن في ظل هذا التفتح هنا لك تناول هذه المواضع وهذه الآفات يعني ليس لم تصبح طابو فقط هنا لك مشاكل نشوفه ظاهرة أو جريمة اغتيال تتعرض لها كل قنوات تلفزيونية يعني هنا لك حرية التعبير هنا لك فضاءات احنا كأخصائيين يعني نعرض الحلول نشخص هذا كله يجعلنا متفائنين ودائما دائما نقول أنه عندما يؤمن الشخص بقدرته ومهارته عندما يحدد أهداف يضع استراتيجية نقول شبابنا وشبتنا أنه الجزائر تعويل عليكم الكثير والجزائر تمنحكم الكثير وإن شاء الله رح يكون دائما التفاؤل إن شاء الله رح يكون عام 2019 عام تحد في هذه الآفات والضواهر الخطيرة بالعكس رح يكون عام نجاح وعام تفاؤل لكل الأمة الجزائرية والإسلامية هذا ما نطلعنا سيدة أمينة حريش الأخصائية الاجتماعية جزيلة شكرا لك على تجريفنا بالحضور شكرا لك شكرا لك